وكانت مدة خلافة سيدنا عمر قد ايه سنتين وثلاث شهور وعشرين يوم يعني لما تقول سنتين واربع شهور تمشي إلا عشر تيام يعني مدة بسيطة لكن سيدنا عمر بن الخطاب مدة خلافته عشر سنين وست شهور واربع تيام عشر سنين فمدة طويلة قدر بقى يعمل فيها حاجات كتير وخلافة سيدنا عمر كانت مبنية على خلافة سيدنا ابي بكر لان في خلافة سيدنا ابي بكر حصلت حروب الردة فلولا استقرار امن الامة وعودة المرتدين الى الاسلام ما استطاع سيدنا عمر انه يفتح البلدان ولا يحارب لروم ولا فرس ولا غيره فكان حتى خلافة سيدنا عمر في صحيفة حسنات سيدنا ابي بكر لانه الذي مهد له ثم هو الذي اشار على المسلمين ان يكون خليفة بعده والمسلمون قابلوا مشوراته والدل على الخير كفاعلي اشتركوا في القناة